السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة عن فورتنايت طول الزومي. بهذا الفيديو راح اشارجيكم شنون ندبل الموارد. شو هي افضل الطرق وافضل الوسائل. طبعا هاي اللي ساعدني عليها صديقي جنرال. عشان يكون يصاليه معكم ما يمن عندي. يعني نعلمنا عليها صديقي جنرال. افضل طريقة هاي. طبعا بالبداية انا راح استخدم العالم لانه قريب تكون مخلصين استونود. والاستونود دي انتين بخلص العشر دفاعات. زي ما بخلص عشر دفاعات ما تقدر تعمل هذا. طبعا تقدر تعمل بلان كارتون او استونود وين بدك واي عالم كان. بس فورك انا شفت الافضل هو استونود لانه كان في كتير مشاكل بتصير بغير عوالم اما بعالم استونود تقريبا كل عشر مرات مرة واحدة بس ما يزبط هاي التدبيل. اما بغنيك العوالم الباقية ممكن بقول لك يا ممكن كل ست مرات تزبط يعني مرتين. يعني نسبة كتير هون عالي انه تزبط معك تدبيل عملت تدبيل. هاي واش. هاي الثاني شغالة موات الملكو شايفين انا اول ما بلشت بالبناء عملت اه خمس درجات وبعد ما تعمل خمس درجات عملت ارضية لمدة ثلاثة يعني اقيم بعدين عرضت بالعرض ثلاثة. المهم يعني مربع ثلاثة 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 من العدل القاعدة الوسطانية. اذا انتبعت وانا عطيت ثمانة واربعين فخ او تسع واربعين فخ او سبع واربعين فخ ماني متأكد بالضبط. المهم متل ما شفتوهن انتوا قدامكم هوني بس المهم متل ما تلك لازم اوش انت تطلع بموقع خمس درج بعدين تتمد آآ ثلاثة بالوتش وبعدين تراخد ثلاثة على العرض وبعدين ثلاثة بالطرف الثاني بيصير عندك يعني سبعة بسبعة تسع واربعين فخ بيتقدر تبني. ومنعد الفخ المصاني سبعة واربعين. المهم آآ هاي بالنسبة للموضوع الاول لازم انت تبني البناء الاول. بعد ما انت انت تبني البناء الاول وتخلص بناك كلها الاربعة وعشرين متل ما لكو شفين تعمل هون بتجي على القاعدة بتعمل آآ تلغي الدعم بعدين تكسر الدرج الاول بس طبعا معك ثانية واحدة. بس يعني من التساطعاش مجرد انصار تساطعاش تأخرت بنقرة الدرج هذا او ضربتها بكاكس عادي ما رح يتكسر معك رح يتدمج معك الدرج ومن نتدمج معك الدرج بقى تبلشت المهمة نظامية ما قبل لك فانت مجرد لازم تتنقر هيك وبعدين خلال بعدين معك للسنة اثناش لازم انت تبلش تجمع الموارد وانتو نتبع الاكس بي اللي بجيب المحصلة عن عندي تقريبا من الالف للميتين للمية وخمسين الحد لادنى مية وخمسين للالف وميتين للالف وميتين بهالله بهالرقم هال بعناتو انت نجح معك الجليش ازا كان اكثر بعناتو فشل وازا كان اقل بعناتو فشل ومتل ما انكو شيفين حتى البناء راح مثل الصورة هون يعني امر عاضي جدا لا تفكروا انه تكسر خلاص اخسر شل ماك الجليش اذا راح اطلع وارجع ادخل مرة ثانية طعب ما انكو شيفين طلعنا نجح معناه الجليش هل ابدأ الاجع صلنا الموارد تباعياتي كل اياتها بشان نفضي القاعدة وفضي الخزينة تباعياتي وشان محلات تربونتو الاساسي المهم ما راح ندخل تغاصيلها كل اياتها المهم نرجع نصمع مية وسبعة فخ خراصنة سبعة واربعين فخ بوكس ارضي وتسعة مية وستة فخ خراصنة المهم متل ما شفتو ارجعنا الاجعنا البناء متل ما هو بعد انكو ننجح معنا الجليش نرجع نبني الدرج ونرجع هلا بروح نفضي الخزينة تبعيتي اللي موارد اللي انا صدنات اللي طالعتها من هذا الجليش ورجعها القاعدة ورجع كل شيء طبعا نعمل هلا ثمان مرة ثانية نردنا ايدي العرض التحميل بشكل سريع جدا انا بعملها حتى تشوفوا شنا انا بعمل اربع امس مرات شاحل ما حدي يقل لي بكرا انو 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 الله ما بعرفاش مع بي نجح كذا انا بفرجيك ان اتضعب امارات وارا بعض نجح معي بتسوير سريع وبتسوير بطيرها هي دلكونيها المهم الفكرة الاساسية نرجع نلاقي البناء متل ما هو رحكي لكم بتفصيل شلون انا سوي عدد تحميل القاعدة بعد ما نبني الجهاز متل ما حكينا نبني ارضية طبعا درج هلا بتسوير بطيرها هي دلكونيها نبني واشي درج خمس درجات بعدين نبني ارضية ثلاثة بعدين على اليمين ثلاثة وعليين ثلاثة ثلاثة بصير عندي المجموعة سبعة وبنرد نرجع بيكون طول كمان سبعة المهم المجموعة يكون سبعة بسبعة يعني تسوير ربعين مكعب تسوير ربعين مكعب نحط عنهم نوع واحد من الفخ ما نحط اكتر من النوع لان اذا احتاج اكتر من النوع بيسيل معك تلم المواد ياوكل معك اطوات اطوال وهذا الاشي بيبدل على في النوع بيساعد لانه يفشل المهم نحط نوع واحد تحب غاز تحب بوكس ارضي تحب جانبي تحب قراصني تحب شوك المهم لازم يكون نوع واحد احت خمسين فخ تحطون تبني هون يعني انا بادي بحط من تحت فخ غاز ما حطيت ليش لانه ما بدي يفشل معي لانه اذا فشل الماء راح يعزبني باليعادت البناء وراح يعزبني كمان وراح يفشل ماهي اللاج وراح تخرب وراح تعزب كتير بيعادات وعضي اوات كتير المهم هاي افضل طريقة لانك تنجح مع كل الجلشات ان شاء الله المهم بعد ما حطينا هيا كمانه اا بتبني تشيل بي كاكس هد ما بدا غيره تسوي عاد تحميل الدرق تكون عاد تحميل طبعا تنعوه لازنتي حسار داخل بستون ووت وبلان كارتون كاني فالي او توين بكس العالم ما مهم المهم لازم تكون دفاعات العشرة بس وصلت لثلاثين هجمة مخلص ثلاثين هجمة مخلص ثلاثين هجمة كمان ما مهم مفارق المهم لازم تكون لوصل ثلاثين هجمة وبس ام بلعب ستونوت لانه هي الابسط وكله العالم ما اواصل ستونوت من خلص العشرة اتفاعات وليس ذاك عم بلعبها الشخصية كمام ما في فرق بيناتهم اشكنت اتلعب اي شخصية كانت ما يمهم المهم لازم تكون متل ما يكو شايفين بس الافضل انا شفتها هي النينجا جربت بغير شخصيات شوي تعزبت بالتدبيل هاي الشخصية الوحيدة ما اتعزبت ابدا فيها وعلى هذا البناء ما اتعزبت فيه ابدا ومثل ما يكو شايفين ثلاثة اربع مرات صار عدتوا قدامكم وبالتسجيل ما فشل مي ولا مرة المهم مثل بارجع دلكونيها البناء يجب نكون خمسين بشامات كترو وتملو هلا بتحط خمسين قالب بعد ما تحطوا تحطوا فخاخ قنوة واحد بتنزل فورا بسوي التحميل اول شي بتلقي الدعم الدعم الجماعي وانا تسوي بدا تحميل الدرجة بتكسر اول درجة وبترجع فورا تستنبت لم الموارد لا تبع حد كتير عن الجهاز انا في واحد صديقي رايح باني الجهاز باني الدرجة عنه بعيد تقريبا شي عشر مكعبات كل ما يبلش تحميل يروح يرجو ده بما يكسره ويرجع يكون العربة صالحة على قولت المثل ما يزبط معك حبيبي بدا يكون محتل ما نكون شايفينه مباشر بظهري فورا انا بسوي بدا بكسره لانا وفي نقطة جدا المهم مجوز انت تبلغى تكسره بكاكس تبع بكاكس اللعب اللي مثلا السيف او شي تاني ما بصير لازم تكسره بهذا البيكاكس حسرا الاساسي انت تنظر فيه لانا اذا كسرته بغير شي بصير تدميج منصر تدميج فشل 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 هذا الجلش حتما المهم طبعا فيه جلش ثامن كمان مشانا اسلحة بزا تحبوك انا ازلقون يا انا ما عندي مشكلة بس ولكن دعمكم اهم شي طبعا في ناس اللي بكرة غربت لها وما غربت اصلا بيو هلا حكيهات في ناس ممكن تصير او زيل الهلالي بلا اشتري حالها لانا هي المشايخ تضرب مشايخ علينا المهم حبيبي يلعلك موضوع الشركة عرفانة بهالمواضي حي وفي ناس كتير بلغت وانا من الناس اللي بلغت على الموضوعات بس شكله المشكلة الشركة مرت لا يحل لها الموضوعات فحبيت ان استخدم ونزل عنه بالقناة هاد موجود من السوزان تاسع انا بتذكر من لما انزل 30 هجمة موجود هذا الجلش هاي الموضوع اول موضوع التاني الشركة اساسها عرفانة فيه وزا ان انتبهتوا هلا بالاحداث اللي بتصير من طبيعية الطريق والزنازين ننزل بدون اسلحة وبدون موارد وبدون افخاخ نبلش كله من قلب اللبين هنا نصنعه ونستفيد منه حتى ندر ندافع عن او نخلص الحدث الموجود فهذا يعني ويدل انه الشغلية ما يبيدنا المهم كونو ننزل نهاية الفيديو هلا تصدحت اللايك والاشتراك وتستنانيك اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة وكود الشوب تبعي السبعين ما تنسى ما تستخدمه وده هو يعتبر دعم كتير كبير لي وطبعا انا بعمل بس بس مباشر بشكل يومي اصفت على الفيسبوك موجودة تحب باسفل صندوق الوصف ممكن تحب تجي تتابعنا عليها بشكل يومي مساعة تسعة على الساعة ثلاثة بشكل يومي او بتلاقي الممكن موجود بأي وقت تعمل لي متابع مجرد ما نعمل بس مباشر يجي كشعار وبيكوننا هنا نصلنا لنهاية الفيديو وشكرا لحسن المتابعة وشكرا لوصولكم لهذه الثانية باي باي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسك اشتركوا في القناة